السلام عليكم ورحمة الله دائما متابعنا الأعزاء متابعي قناة دعمة راسي نلتقي اليوم إن شاء الله باش نديروا الدرس تادث من دروس العلوم الفيزيائية بالنسبة للمستوى التانية إعدادية هالدرس غيكون هو لزاتوم إلي موليكول يعني درس على العموم بسيط هنتعرفوا في عشنا هي الجزئة وشنا هي الضرة وكيفاش كان رمزوا لهم وكيفاش كان مثلهم ويعني ولي ديفينيسيون ديالهم إذن غتخدموا إن شاء الله في القسم وغتتاخدوا داك شي تشدو بيديكم وتصيبوا يعني دي موليكول على هاتشكل هذا هاتهم الأساد مجموعة من الأشياء اللي غادي يعني صراحة غادي تعجبكم عجبكم هات باس في القسم إن شاء الله لأنكم ما تحسب ريوسكم يعني أنتو ما كتصيبوا شي حاجة إذن غنضو على بركتي الي تحصي يعني قلت لكم ره بسيط غنشوفوا أول حاجة غنبدو بيها هي لدي فينيسيون يعني التعريف ديال لا طوم مشنا هي لاتوم اللي هي الضرة الضرة هي أصغر يعني هي يعني دقيقة متناهية في الصغر لا ترى بالعين المجردة إذن ما يمكنش نشوفها بالعين المجردة بطبيعة الحال وهي أصغر جزء كي يكون المادة بحالي لقنا الخلية في الخلية هي أصغر يعني حاجة عندنا في الكائنات الحية إذن بالنسبة لاتوم ره هي أصغر حاجة في الماتيار في المادة إذن الناتوم هي لاتيت بارتكول بماتيار انديفيزيبل هي أصغر يعني جزيئة ولا أصغر حاجة في المادة انديفيزيبل لي ممكنش نزيد تقسم هي المكون يعني الصغير اللي تكون منو المادة تود لاماتيار أطور دنو هي كونستوية داتوم يعني جميع يعني حولنا من مادة كي ما بغد تكون حديد يعني كيبريت أوكسيجيل هوا المكونات دي الهوا المكونات دي أي مادة حولنا إلا وكتكون من دي ذاتوم يعني ما قدوش فهم ميكروسكوب أو لاب العين مجردة يعني الصان ديامتر إدو لأردو 0.1 نانو متر باش نزيد نوضح لكم كتار هنا يدارو بحل واحد تمثيل ديال الضرة تلك أنا الضرة كتمثل صفر فاصيلة واحد نانو متر شنوى النانو متر باش نبسط عليكم إذن غنشوفو في الجدول هنا هذا هو المتر واحد نانو متر هو عشرة واستسعود يعني مليار نانو متر كي طني واحد متر مليار ديال نانو متر يعني القطر أو للشؤاء ديالها الدراء كي سوي 0.1 نانو متر يعني المتر هنا نزيد ثلاثة الأصفار باش نوصل عند الميلي متر ونزيد ثلاثة الأصفار باش نوصل عند الميكرو متر وعدها نزيد ثلاثة الأصفار باش نوصل عند النانو متر سامبول اي موديل دي فش كان رمزوليح وشما الموديل كان عطيوها بيش نكونوا نتعاملوا معها يعني عندها اسم كل الأ borrowedها اسم وكو رمز وشكل كان متلو بيها لسمبول دて النهació room هوthyزيم بusting يعني كل درة بتعاملها بالحرف The 문제 ديالها الاسم اللاتفي ديالها ان ماجس كي طفع ويما يذكر يذهب للموديل في العربي منيسكويل صغير دوزاتوم دون لونو كمانس بطغلها مام لاتر باش نفرقو بين يعني واحد لزاتوم اللي كتبدا بنفس الحرف مثلا عندي الكالسيوم وعندي الكاربون الكالسيوم كي بدأ بسي والكاربون تاوي كي بدأ بسي إذن إلاك انت أنا كرمز الكاربون في الكالسيوم زللي وغنزي لي واحد لاتر أصغير قدامو باش نعبع للكالسيوم مثلا الكلور زللي ال منيسكويل باش نفرق الكلور على الكاربون على الكالسيوم على مجموعة من لزاتوم اللي كي بدأ بلالي تخصي مثلا سفي بحال النيتروجيني الأزوت وهدي يعني بزاف ديال من بطاق تشوفو حد جدول دوري فيه يعني غدي تحفظوه إيهي اللي بيبكنو فن نعم قال سيبسكلار هادو مجموع يعني غتحفظو جدول الدوري ديال الضرات من بعد كنظن في الإعداء في التناويع غدي أتحفظوه يعني أتحفظوه واخنا نكملو انه ربخزنك لزاتوم دي مودل en فارم دي سفي قولر и ديال مختلف وكنا نمتوهم دي سفي بحال للاوحد للكورات بألوان مختلفة وبدلامتر مختلفين إذن وبأقترب مختلفة لاحظو معي هنا القطر ديال هنا مختلفة مشي وديال هيدروجين ماشي ديال لازوت ماشي ديال السوف ماشي ديال الكلاو إذن لديامتر مختلفين وليكولر مختلفين يجب أن نتازع قلع لكل أطوم اللون ديالها والحرف دياله بشكل رمزو ليها واللون ديالها والقياز ديالها شكل يكبر من من الخرمز هنا للتابلو ديال أهم يعني للموليكول دياليزاتوم عفواً اللي كان عارفو إذا الليدروجين كرمزو ليه بالأ والموديل يكون يعني دائرة بحالة بيضة الكربون السي السود لازوت لأن الإسم دياله الأصلين نيدروجين رمزو ليه بالأزرق الأزراق الأكسيجين بالحمر والكلور سي ال بحالة وكبر شوية منهم كمين السوف يقول لديه كن نرنزولي بالأس وكان أعطيه اللون أصفر إذا بحالة كيكون عندي يعني كن ندير نموذج يعني ديال الضرة سافي كورا ضرة عند الإسم وعنده نموذج كنمثلها بيضه دبعا ندوزول اللي موليكول. شنا هموا اللي موليكول وكيفاش كاتهما ندير سيمبول ديال اللي موليكول. لغنخليو هادي بينا بشنا. لابلاتي لديفنيسيون بدا. اون موليكول اتون بارتكول كونسيطوية دو دو و بزيور زاتم ايدانتك و دفيران ليه انتونه. لان الموليكول اللي هي الجوزيقة هي واحد البارتكول يعني مكونة من ماذا؟ مكونة من دو و بلزيور عطم مكونة من ضراء او يعني جوج او لكتر ماللي زاتم ايدانتك اما متشابهين و ديفيران ولا مختلفين يه اونتر او قبل ما ندوزن بحل مثلا توني الاكسيجين مكون من جوج ضراء بحل بحل ايدانتك او دو يعني فيها جوج ضراء ديال الاكسيجين ولكن مثلا هنا يا هج دوزو الجوزيقة ديال الماء فيها الهيدروجين وفيها الاكسيجين اذا كيفاش كنصيبو الفورميل الشيميك الموديل موليكولار اذا كيفاش كنديرو الصيغة الكيميائية للجوزيقة وكيفاش كنصيبو النموذج الجوزيقي النموذج الجوزيقي هو الموديل صفي والصيغة الكيميائية هي الفورميل الشيميك هذي الصيغة الكيميائية اما الموديل الموليكولار احنا غنزيدو نكملو ونشوفوهول كما تبدو بحالي لك تلاعبو في القيصم بهذوك الضرات وانتو ما كتصيبو بهم جوزيئات مثلا عندي هنا يا الموليكول ديال اللو سافي؟ إذن قلنا شاك موديل شاك موليكول ايو ريبريزنتي طاني فورميول شيميك لي هذي ست فورميول برمي دو كونتر لزاتهم اي لور نمبر هذ الفورميول هذي كتخليني نعرف هذيك الجوزيئة مش حل مكونة من ضرات نحن مأنواع الضرات لي فيها وكل ضرات شحل العدد ديالها مثلا هناي عندي جوزيئة الماء اش دوزو إذن ترمز كل ضراء عندي بالحرف ديالها ها هو سينبول داتهم ديالغوجين هذا باللغش والتحت ندير النومبر داتهم ديالغوجين يعني بالحالشي عندي سلتحت عندي جوز ديال الضرات ديالهيضراجن بالنسبة لأكسيجين عندي واحدة نكتبها ولكن ما كنكتبش واحد هنا يعني الضرات وحدة ولكن ما كنكتبش واحد وحدة ممكنتتتكتبش من جوزيئة الفورميول شيميك دو كيف أشكر رتبهم ليش ما كتبناش الأو عاد الأش كيمشيو في الأغضر ألفابيتيك كيمشيو في الأغضر ألفابيتيك إذن هنكتب الأش هي الأولى عاد كتبع الأو بطبيعة الحال هنا لأغوماق اللي عندي أننا ما كان حطش لندس واحد ان فور ميوشي ميكي ما كتلكم ما كان حطش واحد إذن هنا يا غدي ندوزول لطابلو اللي كان ديرو فيه الموديل موليكولير الموديل موليكولير يعني ذاك اللي قلنا النموذج الجزائي اللي كتصيبو ديك ساع بيديكم أولا مبعد كترسموها إذا نشوف معاي هنا مجموعة من الموليكول مجموعة من الجزائيات نشوفوا الفورميل الشيميك ديالها والموديل موليكولير ديالها وهذا يتحفظوا بطبيعة الحال كيف أشكر نزل كل موليكول وشنو الفورميل الشيميك ديالها مثلا الماء لما قلنا هي أش دو زو يعني أش تكتعني هادي يعني مناش كتتكون من دوز آتم ديدروجين وآتم ديال الأكسيجين يعني يقدر الأستاذي اعتقل الكمبوزيسيون نقولك يا لكتب لي الفورميل في ميكور سم لي الموديل موليكولير إذا فيها جوج آتم ديال الهيدروجين ووحدة ديال الأكسيجين نسبق الهيدروجين لأن الآش كتسبق الأوف لغضغ ألفابيتيك فيها جوج غنكتب جوجل تحت والأكسيجين وحدة غنكتب أحدها غنجي شفنا أن الشكل ديال الأكسيجين هو وحدة الكورة حمرة كبيرة شوية والهيدروجين بيضين وصغارين يصحوا فيها وحدة من هنا وحدة من هنا هنا نتهني الهيدروجين الهيدروجين أ 있으CH يعني ديدروجين يعني في جوج ديال ديال الأكسيجين الهيدروجين يثني يثني والتاس غندير جوج صغيرة وغير رمز لهم بحالة كلي انا هو كيكون بيض ملداخل مع يعني الهيدروجين كتكون بيضا ما كله وناش كنخليها حالة كلي دي اوكسيجين توني الاوكسيجين من سميتو فيها جوج دياليزاتوم ديال اوكسيجين كندير او وكندير سحس مننا جوج وكنجي لصق جوج ديال داراتس ديال اوكسيجين حدا بعد ديتهم بشكي نصيب الموديل مولي كليا دي ازوت هنا الازوت الازوت كرمزولي بالان عندها جوج دياليزاتوم جوج ها هما جوج صرقين ديان الازوت او لا هذا الازوت كرمزولي بالازرق هنا يا مونوكسيد ديكاربون يعني اوحادي الكاربون انتج الاحتراق الغير كامل وهو غاز سم كما ديجا شفنا إذن فيها 1 اذا يعني اطوم واحدة لاناتوم ديال كاربون وآتوم ديال الاكسيجين إذن السي والأو ها هيا حامرة على الاكسيجين وواحدة كحلا على الكاربون هنا دي اوكسيد ديال كاربون يعني ثنائي الكاربون يعني السي واحدة اطام واحدة ديال الكاربون ما كنديرش واحدة ولوهاكسيجين جوج إذا القوت حتملنا جوج وكرمز لهم بحلكة إذا جوج حمرين ووحدة هنا غاز الميتان اللي فيه أطوم وحدة ديال الكربون وكاتر أطوم ديال الهيدروجين وكرمز ليه بحلك هاي الكربون وشدين فيها 4 ديال الهيدروجين إذا هدا هو شكل بشكل يعني نسيمبوليزي هدوك لموليكول يعني بسيط خاصة اللي اللي غد ديروا هاد المانيبولاسيون في القيصة مو غدي تركبوهم بيديكم غدي تفهموا أكتر الجزء الثالث والأخير من يعني بسيط قريبا فرصة الكور بير كومبوزي إذا الكور بير هو الجسم يعني نقوله الجسم يعني الخاليس الباسيط والجسم الخاليس المركب إذا شنوه الكور بير سيمبل هو واحد الكور دون لي موليكول سنكمبوزي داتوم إيدانتيك اللي هو واحد الجسم اللي لي موليكول يالو كيتكونوا من داتوم إيدانتيك فيهم نفس الأطوم مثلا أو دو تنائي الأكسيجين تنائي الهيدروجين تنائي الأزوت هذا الأوزن أو دخوة هذا تنائي الكلور مثلا صافي؟ إيدان فيه نفس الضرة تتعوجوت المرات ثلاثة المرات المهم نفس الضرة هذا كي تسمى كور بير سيمبل بسيط هنشوفو الكور بير كومبوزي يعني أنكور بير كومبوزي تنكور دون لي موليكول سنكمبوزي داتوم بالفيران يعني هو واحد الجسم كيكونوا لي موليكول متكونين من داتوم بالفيران في بزاف ديال ليزاتوم مثل العاشدوزو فيها الاتوم ديال الهيدروجين والأكسيجين هنا CO يعني هو حدي الكربون في الكربون والأكسيجين هنا CO2 هنا CH4 هنا CH4 H10 إيدان هنا يا كل جسم فيه الموليكول كي تكونوا من ديزاتوم التالفي كي تسمى كور بير كومبوزي بنسبة للموديل موليكولير ديالر بحل بكاكن نمتلو الموديل موليكولير ديالر إيدان الهواء فيه تنائي الوكسيجين وفيه تنائي الأزود هتنائي الأكسيجين بنسبة 20% هتنائي الأزود مثلوز الزرق بنسبة 80% إذا اللي يدرنا عشرة الموليكول جوج لتنائي الأكسيجين وثمانية لتنائي الأزود استع看看 إذن لا نوار الموليكولير سننجب بسيط سstage ninety سوف نستعد الفرد من فروض بسلسل ثماني اللي كتكون يعني شاملة الدروس اللولا كاملين كنتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء مع فيديو